السلام عليكم جتنا دعو من قي كي حضور حدث لعبة مارورسس كابكم انفينيتي وكان مكانه في اكبر مدينة ملاهي مغلقة اللي هي ايمج وولد او ايمج وولد للاسف ما سمح لان نصور داخل الحدث لكن جربت اللعبة وراح اشرح لكم كل شي جديد فيها اولا نظام القتال اختلف عن جزء اللي قبله لانه صغر اثنين ضد اثنين بدال ثلاثة ضد ثلاثة وكانوا في كثير مشخصيات قابل للعب مثل ميجا مان اكس اولترون وسترايدر وغيرهم ومن لاحظت بان السلسلة غيرت توجهها من اللاعبين المحترفين الى اللاعبين الهواء وهذا بدافع ان يكون مقدور اي شخص ان يدخل في اللعبة ويستمتع فيها بس هذا معين المحترفين ما رح يستمتعون فيها وفيه صار تغييرات كثيرة جذرية في اللعبة وبنظري انها خطوة امتازة للامام ومن هذه التغييرات هي تأثير الضربات صار فيه ثقل بحيث تكون كل ضربة واضحة حتى في وسطة الكمبو وايضا اللاعب الثاني صار لفايدة اكبر بحيث تقدر لما تسوي حركة السوبر انك تبدل الشخصية وتتحكم في شخصية ثانية وبكذا تقدر تفكر باستراتيجيات كثيرة وتقدر تستخدم اللاعب الثاني حتى في الدفاع مثلا تكون ان تنضرب وسط الكمبو تقدر تستطيع اللاعب الثاني انه يساعدك ويخلصك من المأزق واسم اللعبة انفينيتي لان فيها انفينيتي ستونز وهي عبارة عن 6 احجار خارقة فيها خواص مميزة وكل حجر يعطيك خاصية معينة وتقدر تختار واحد منهم قبل القتال وتستخدم الخواص في القتال مثلا حجر الفضاء او السبيس يعطيك خاصية تجذب خصمك لك بزر واحد فهذه تفيد في شخصيات البطية مثل هولك وايضا تكون مفيدة لو حطيت لغم في الارض وانت لعب بكريس مثلا وتسحب الخصم له وايضا لها استخدام ثاني في انك تفجر القوة اسمها انفينيتي ستورم وهذه تغير قوانين لعب كلها مثلا حجر الفضاء راح يحبس الخصم في مستطيل زي ما تشوفون وتقدر تضرب وتسوي كمبوات اللي تبغاها هو يقدر يدافع لكن انت بتكون ماسكة وما يقدر يتحرك في كثير مابا بروسيس كابكوم انفينيتي بتصدر بتاريخ سبتمبر 19 على الجهاز بسيشن فور والإكس بوكس وان والبي سي كان معاكم فادي الشيحة شكر المتابعة مع سلامة ماهي الأشياء التي تقتل من هذا الفضاء